النهاردة ذكرى ميلاد شيخ المدحين الفنان محمد الكحلاوي وليقدم الأغنية الدينية الأول مرة بنوتها موسيقية وفرقة كاملة بعد لما كانت عبارة عن تواشيح فقط دايما بنفتكر أغني في كل المناسبات الدينية يعني شيخ محمد الكحلاوي نظر صوته لمتح رسول عليه الصلاة والسلام والحقيقة أنه العيلة دي سكنت قلوب المصريين بشكل كبير ابنته طبعا الدعية الدكتور عبدالكحلاوي رحمة الله عليها صاحبة يعني مؤسسة البقيات الصالحات اللي ما فيش بيتس ومصر ما استفدش وما طالتوش إيد البقيات الصالحات والناس كلها طول الوقت فاكرهم وتترحم عليهم لأنه ده اللي بيبقى عمل الخير وهم الحقيقة كانوا عيلة بتستثمر في مسألة عمل الخير والزهد كمان يا هدير يعني لو نتكلم عن الزهد إنك الأجيال المتعقبة محتاجة تقرى كويس وتعرف مين هو محمد الكحلاوي مين هم أبناءه كمان يعني لو نتكلم عن الزهد الرجل ساب شاقته في الزمالك على النيل وراح بنا مسجد في مكان بعيد وعاش في مكان أشبه بالكوخ في حجرة صغيرة عشان يتفرغ لإبادة زي ما سمعته من خلال التقرير الرجل عمل 1200 لحن 600 لحن من 1200 هم الحان دينية استغل الفن عشان يقوم بعملية الدعوة والإنشاد ومدح النبي عليه الصلاة والسلام واللي كان بيعتبر جزء كبير جدا من تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عند الشباب فزي ما قالت هدير فعلا عائلة تستحق إن كل المصريين يعرفوا عنه ترجمة نانسي قنقر